الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام أهلا بكم ومرحبا في درس من دروس مادة التوحيد هذا الدرس عنوانه رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة إن هذا العنوان تشمله وحدة بأكملها لكن دروسه تأتي وفق هذه العناصر التالية الدرس الأول من هذه الوحدة سنتناول فيه العنصر الأول وهو رؤية الله في الآخرة وكذلك سنتناول فيه رؤية الله عز وجل في الدنيا أما عن النقطة الأولى وهي رؤية الله عز وجل في الآخرة فإن هذه النقطة أو هذه المسألة تتمثل في إبرازنا لمذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل في الآخرة وكذلك نبين موقف أهل السنة والجماعة من خصومهم الذين ينكرون رؤيتهم تماما فلنبدأ ببيان مذهب أهل السنة إن مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة حيث بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يرى بالأبصار يوم القيامة وأدلاتهم على ذلك متعددة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة أما الأدلة القرآنية فهي كثيرة متعددة يأتي في مقدمتها قول الحق تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية تثبت أن الوجوه ستنظر إلى ربها يوم القيامة بنص القرآن ويقول تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى ربهم وهم يجلسون على الأرائك دلالة على تنعيم الله عز وجل لهم في الجنة ويقول تبارك وتعالى أيضا للذين أحسن الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم جعلني الله وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب وينظرون إلى ربهم نظرة لا شك فيها أبدا كذلك من الأدلة التي تثبت مذهب أهل السنة والجماعة أدلة من السنة وهذه الأدلة أحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وكما أن المرأة ينظر في الدنيا إلى الشمس في وضح النهار وينظر إلى القمر في ليلة البدر والتمام كذلك سيرى ربه يوم القيامة ومن الأحاديث أيضا ما قاله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا أي لا شيء يحول بينكم وبين رؤية الله تبارك وتعالى حقيقة كما ترون هذا أي القمر أو الشمس في الرواية لا تضامون في رؤيته وكذلك ما جاء عن صهيب رضي الله عنه مرفوعا إذا دخل أهل جنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم يقولون يا ربنا ألم تبيض جوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فقال الله عز وجل قال الراوي فيكشف الحجاب أو يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسنى وزيادة والزيادة كما قلنا هي رؤية الله تبارك وتعالى أعزائي الشباب هناك تنبيه حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر هذا التشبيه أو هذه الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن المقصود منها التشبيه والجمع بين القمر وبين رؤية الله عز وجل وحاشا لله أن يكون في مكان وأن تحيط به أشياء وأن يكون إلى غير ذلك مما يتخيله أصحاب العقول والأفهام الضعيفة إن هذا التشبيه ليس من باب تشبيه المرء بالمؤولاك إنه تشبيه الرؤية بالرؤية ومعنى الحديث إنكم ترون ربكم كرؤيتكم هذا القمر أي كما أنكم ترون هو تشبيه رؤية برؤية كما أنكم رأيتم القمر سترون ربكم وليس معنى ذلك كما أن القمر أمامكم فعلى الناحية الأخرى الله أمامكم هذا خطأ جسيم في باب الاعتقاد أما آخر الأدلات التي تتسند إليها أهل السنة والجماعة فهو الإجماع حيث نقل غير واحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن أهل السنة قد أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم وليست بتشبيه وليست بتجسيد إلى غير ذلك والإجماع كما قال الحبيب لا تجتمع أمتي على ضلالة وبذلك يثبت لدينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة بأدلة قرآنية ونبوية وإجماع من سلف الأمة على هذا الجانب من جوانب العقيدة ترجمة نانسي قنقر